بسم الله الرحمن الرحيم إخواني مهندسي الشبكات بالعالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الثالث والثلاثين من سلسلة فيديوهات النيتوارك بلس في هذا الفيديو رح نتكلم عن الفصل الخامس عشر واللي هو حماية الشبكة ماديا Physical and Hardware Security حماية الشبكة ماديا وهذا الفصل رح يكون استكمالا للفصل الرابع عشر فيما يتعلق بحماية الشبكة ولكن هذا الفصل رح يركز أكثر على القطع المادية المتمثلة في الأجهزة التي يتم استخدامها في حماية الشبكة وحماية الشبكة لا يقل أهمية عن إنشاء الشبكة إن لم يكن أهم وذلك لأن الشبكة أصبحت تواجه خطرا أمنيا داخليا وهم مستخدمي الشبكة وخارجيا والمتمثلة في شبكة الإنترنت سوف نتعرف في هذا الفصل على أهم الأجهزة التي تقدم لنا الحماية المادية للشبكة ونبدأ بالفايروول أو الجدار الناري الجدار الناري الفايروول وظيفته التحكم بمرور البيانات القادمة أو الخارجة من الشبكة وذلك من خلال تحليل البيانات وتحديد هل هي مسموح بها أو غير مسموح بها وهذا يتم بناء على الإعدادات الموجودة على الجدار الناري والتي تصبح قوانين يتم تطبيقها على البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها في داخل الشبكة حيث من خلال الجدار الناري يتم الربط فيما بين شبكتين أو أكثر والتحكم فيما بين الشبكات من خلال البيانات المسموح بها والغير مسموح بها وينقسم أو يقوم الجدار الناري بتقسيم الشبكات إلى ثلاثة أنواع وهي النوع الأول الشبكات الداخلية ويطلق عليها في داخل الجدار الناري الإنسايت نتورك والمقصود بها اللان نتورك وهي الشبكات المحلية عندنا النوع الثاني وهو الشبكات الخارجية ويطلق عليها الأوتسايت نتورك واللي ممكن تكون شبكة الإنترنت وممكن تكون شبكات أخرى خارجية وإحنا متصلين معها ولكن ليس لنا سيطرة عليها وإنما شبكتنا متصلة معهم لتبادل البيانات لذلك نطلق عليها الأوتسايت نتورك النوع الثالث المنطقة العازلة اللي هو الدي ام ايز نتورك وهي التي تحتوي على سيرفرات تخدم المستخدمين في الشبكات الداخلية والخارجية تقنيات الجدار الناري يوجد لدينا ثلاث تقنيات أساسية ويطلق عليها أجيال الجدار الناري وهي كالتالي عندنا رقم واحد الستيتلس باكت فيلترينغ وحيث يقوم الجدار الناري الستيتلس بالتأكد من أن الباكتز التي تمر من خلاله هي مطابقة للشروط الموجودة لديه فيقوم بناء على ذلك بالسماح بمرورها أو منع مرورها فقط ولا يقوم بتخزين معلومات عن حالة الاتصال وبالتالي لا يهتم بمعرفة أن هذه الباكتز هي مرسلة من السورس اللي هو الجهاز الذي أرسل البيانات مباشرة يعني هل هذه البيانات وصلت مباشرة من السورس الجهاز الذي أرسلها أو أنه قد تم التلاعب فيها أثناء عملية إرسالها وتم تدس بعض الباكتز مع السورس باكتز الأصلية وأنه تم التلاعب بهذه الباكتز فهو ليس له علم بحالة الاتصال النوع الثاني اللي هو الستيتفول باكت فيلترينغ ويطلق عليه الجيل الثاني من الجدران النارية ويتميز عن الستيتلس بأنه يتأكد من أن جميع الباكتز تم إرسالها من نفس المصدر وأنه لم يتم عملية دس باكتز أخرى أو التلاعب بالباكتز وتغييرها والتي تم إرسالها من قبل السورس الجهاز أي الجهاز المرسل للبيانات وذلك لأنه يقوم بتخزين معلومات عن حالة الاتصال وذلك يتم من خلال مقارنة خانات رؤوس البيانات مثل الـ IP Header والTCB أو الـ UDP Header وبالتالي يكتشف ما إذا كانت الباكتز متسلسلة وصحيحة أو هناك أخطاء فيها مما يعني أنه حصل تلاعب فيها فيتم رفضها الجيل الثالث أو النوع الثالث من أنواع تقنيات الجدران النارية اللي هي الـ Application Layer Firewall ويطلق عليها أيضاً الـ Firewall End Proxy Surfer ويطلق عليه الجيل الثالث للجدران النارية الجيل الأول كان يتعامل مع الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الشبكة Network Layer الجيل الثاني يتعامل مع الطبقة الثالثة والرابعة أما الجيل الثالث فيتعامل مع جميع الطبقات حتى طبقة التطبيقات مما يجعله أكثر تطوراً في عملية التحكم وتصنيف البيانات حيث أنه يستطيع أن يفهم بروتوكولات التطبيقات الموجودة في الطبقة السابعة مثل الـ HTTP, FTP, DNS إلى آخره بحيث يتم من خلاله منع بروتوكول تطبيقات معين أو اكتشاف ما إذا كان هناك شيء غير إعدياتي في عمل هذا البروتوكول بحيث يتم استخدامه لإيذاء الشبكة وإلحاق الضرر فيها كذلك يعمل كـ Proxy Surfer حيث يقوم بوظيفة الخادم الوسيط والذي سوف يقوم بالسماع أو المنع لزيارة بعض مواقع الإنترنت سواء لبعض أو لكل المستخدمين في الشبكة كذلك يمكنه القيام بتخزين مثلاً الصفحات التي تم زيارتها بحيث عندما يتم طلبها يتم فتحها بشكل أسرع ننتقل إلى أنواع الجدار الناري الـ Firewall Types حيث يوجد لدينا نوعين للـ Firewall النوع الأول وهو النوع الـ Hardware أو الجهاز المادي وهو النوع الأفضل والأقوى وهو عبارة عن جهاز مادي يقوم بوظيفة الجدار الناري من أشهر الشركات المنتجة لأجهزة الجدار النارية هي عندنا هنا الـ Fortinet وعندنا هنا الـ Sonic Wall وعندنا الجينيبار وعندنا سيسكو وأجهزة الـ Firewall لم تعد فقط نقوم من خلالها بوضع الشروط التي من خلالها نحدد البيانات المسموح فيها والممنوعة وإنما أصبحنا نستطيع أن نجعل من جهاز الجدار الناري أو الـ Firewall بأن يقوم بدور جهاز الموجه لهو جهاز الـ Rauter بحيث من خلاله يتم ربط الشبكات المختلفة ببعضها البعض وكذلك نستطيع أن نفاعل عليه بروتوكول من بروتوكولات توجيه البيانات لكي يقوم الـ Firewall بعملية توجيه البيانات كذلك نستطيع أن جعل الجدار الناري يقوم بمهمة Default Gateway للأجهزة أي يقوم بمهمة البوابة الافتراضية بحيث أي جهاز في الشبكة يريد الاتصال بجهاز آخر في الشبكة أو موجود في شبكة أخرى عندها سوف يرسل البيانات إلى البوابة الافتراضية والتي هو الـ Firewall والذي سوف يقوم بإرسالها إلى الجهاز المرسل إليه كذلك من خلال جهاز الـ Firewall نستطيع أن نجعله يقوم بعملية النات وهي عملية ترجمة العناوين الخاصة إلى عامة لكي يتم الاتصال بشبكة الإنترنت ويستطيع الفايروول حاليا أن يحل محل الراوتر وكذلك يوجد حاليا راوترات حديثة يمكن تشغيل الفايروول وبالتالي تعمل كفايروول وراوتر ونقوم بذلك في الشبكات الصغيرة أما الشبكات المتوسطة والكبيرة فينصح بجعل جهاز الراوتر يعمل كجهاز راوتر والفايروول كجهاز فايروول فايروول أو جدار ناري لأن جمعهما معا يتسبب في الضغط على الجهاز مع حركة البيانات العالية النوع الثاني للجدار الناري وهو Software Firewall وهو عبارة عن برنامج يقوم بوظيفة الفايروول ولكنه طبعا أقل كفاءة من الهاردوير فايروول ويوجد طبعا بنوعين اللي هو كبرنامج فعندنا هنا كبرنامج جانبي يأتي مع نظام التشغيل مثل الويندوز فايروول وأيضا ممكن يأتي مع برنامج مكافحة الفايروسات والنوع الثاني وهو أن يتم تفعيل برنامج الفايروول على جهاز ليصبح لدينا جهاز جدار ناري أو خادم جدار ناري اللي هو فايروول سيرفر مثل التيم جي واليو تيم اللي هي تعتبر منتجات من منتجات مايكروسوفت نظام كشف التسلل اللي هو الـ IDS اللي هو اختصار لـ Intrusion Detection System وهو نظام حماية حيث يقوم على مبدأ تحليل جميع البيانات التي تمر في الشبكة وذلك من خلال إرسال نسخة من هذه البيانات إلى جهاز الـ IDS حيث يتم تحليل هذه البيانات ويقارنها بقاعدة بيانات القواعد اللي هي الـ Rules Database وهي عبارة عن قاعدة من البيانات تحتوي على معلومات عن الفايروسات الديدان والهجمات بشكل عام بحيث لو لاحظ فيروسات أو ديدان وخلافه فإنه يقوم بإرسال تحذير إلى جهاز مدير الشبكة بحيث على مدير الشبكة عندما يرى هذا التحذير فعليه أن يتصرف لحماية الشبكة إذن الـ IDS يقوم بمراقبة الشبكة وإذا وجد أي ترافيق غير طبيعي ومؤذي عندها يقوم بتنبيه مدير الشبكة وبالتالي وظيفته تمبيه ولا يستطيع أخذ أي إجراء لمنع الترافيق السيء أو الضرر السيء الذي سوف يحصل للشبكة يتم تشبيه الـ IDS بالكلب الذي ليس له أسنان فهذا الكلب عندما يرى لصوص سوف ينبح لينبه أصحاب المنزل ولكنه لن يستطيع قتالهم لأنه لا يملك أسنان يوجد لدينا نوعين من الـ IDS وهما الـ Hardware وهو يكون على شكل جهاز والـ Software وهو على شكل برنامج يعتبر الـ IDS من الأنظمة الأمنية القديمة ولم يعد يستخدم وحل محله جهاز آخر يطلق عليه الـ IDS واللي هو نظام كشف التسلل والمنع Intrusion Preventation System يعتبر الـ IDS هو التطوير لجهاز الـ IDS وكما ذكرنا الـ IDS يقوم بإرسال تحذير إلى مدير الشبكة وعلى مدير الشبكة التصرف لكن لنضطرض أن مدير الشبكة كان في اجتماع أو في خارج الشركة أو المهم أنه لم ينتبه للتحذير في وقته فما الذي سوف يحصل؟ بالتأكيد الفيروس أو أي يكن من هجمات على الشبكة سوف تدخل على الشبكة وتلحق الضرر فيها ومدير الشبكة هنا تدخله سوف يقوم بعد فوات الأوان لذلك تم تطوير الـ IDS إلى IBS حيث أن الـ IDS هو مثل الـ IDS يقوم بمراقبة البيانات والكشف عن الترفيق السيء ولكنه هنا يتفوق على الـ IDS بأنه سوف يقوم باتخاذ إجراء وهو حذف هذه البيانات الضارة مما يعود بالحماية على الشبكة يتواجد الـ IBS بنوعين النوع الأول وهو كبرنامج هاردوير والنوع الثاني وهو كبرنامج سوفتوير وممكن كمان يجي ككرت يتم ترقيبه على بعض أنواع الراوترات وبالتالي يشتغل جهاز الراوتر كجهاز راوتر يقوم بمهمة توجيه البيانات وكذلك كجهاز نظام كشف التسلل والمنع وطبعا هذا يستخدم في الشبكات الصغيرة وممكن المتوسطة ولكن في الشبكات الكبيرة ينصح أن الراوتر يكون جهاز مستقل والـ IBS اللي هو نظام كشف التسلل والمنع يكون كجهاز مستقل خادم التحكم بالوصول اللي هو Access Control Server ويتم اختصاره بـ ACS وهو جهاز من شركة سيسكو من خلاله نقوم بتطبيق البروتوكول الترابل A على الشبكة ومن خلاله نستطيع إما تفعيل التكاكس أو الراديوس عندنا بعد كذا الفي بي ان كونس نتراتورز أو يعني نقدر نقول عليها مركزات الفي بي ان وهو عبارة عن جهاز يتم استخدامه لتفعيل خاصية الوصول عن بعد للشبكة باستخدام تقنية الفي بي ان اللي هي الفيرج والبرايفت نتوركس ويتم من خلاله تطبيق الحماية على اتصال الفي بي ان مثل تشفير البيانات ويوجد لدينا أنواع من هذا الجهاز تختلف في دعم عدد المتصلين بالشبكة باستخدام الفي بي ان حيث يوجد أنواع تبدأ من 100 مستخدم وانواع تصل حتى 10 تلاف مستخدم طبعا كل ما زاد عدد المستخدمين الذين يخدمهم كل ما كان مواصفات الجهاز أعلى وأغلى وكل ما أقل عدد المستخدمين كل ما كان مواصفات الجهاز أقل وأرخص نظام المراقبة المرئي فيديو مونيتورينج سيستم واحدة من النقاط التي يتم فيها توفير الحماية الفيزيائية وهي حماية أجهزة الشبكة ومستخدمي الشبكة من السرقة واحدة من النقاط التي تحمي أجهزة الشبكة من السرقة هي تركيب الكاميرات في المواقع وحاليا يوجد دينا الـ IP Camera وهي نوع من كاميرات المراقبة والتي تستخدم العناوين المنطقية وهي الـ IP Address وهي تعتبر من أسهل كاميرات المراقبة بعد التركيب حيث أنها تحتوي على كرت شبكة وبالتالي يتم ربطه بجهاز المبدل اللي هو السويتش من خلال كابل الإثرنت وبذلك يتم تركيب الكاميرا ولرؤية الصورة التي تنقلها الكاميرا فذلك يتم من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بجهاز السويتش ومن خلال متصفحة الإنترنت يتم كتابة العنوان المنطقي اللي هو الـ IP Address الخاص بالكاميرا ثم بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بالكاميرا وبالتالي يتم فتح بث فيديو المراقبة ومن خلال برنامج تسجيل يكون في داخل الـ PC أو جهاز الكمبيوتر يتم تسجيل ما تتقطه كاميرا الفيديو وإذا كانت الشبكة تملك اتصال الإنترنت وخاصية الوصول عن بعد فمن الممكنة دخول على الكاميرا عن بعد من خلال شبكة الإنترنت نظام التحكم بالدخول اللي هو الـ Access Control System وهو نظام من خلاله يتم تحديد من المسموح له بدخول مبنى الشركة أو غرفة السيرفرات حيث تكون أقفال مبرمجة تفتح الباب عند استخدام تحقيق الهوية الصحيح والذي قد يكون كلمة السير أو بصمة اليد أو كرت ممغنط أو ممكن حتى يكون بصمة العين أو الصوت وبذلك نحدد المصرح لهم فقط الدخول لغرفة السيرفرات مثلا وحاليا يوجد لدينا أجهزة تحكم بالدخول يتم عنوانتها باستخدام العنوان المنطقي اللي هو الـ IP Address ويتم ربطها بأجهزة السويتش اللي هي المبدلات أنظمة الإنذار وهي أنظمة يتم استخدامها عن طريق حدوث خطر طبعا يتم استخدامها لكي تعمل في حال حدوث خطر معين أو اختراق للموقع بشكل غير شرعي حيث تقوم بإرسال إشارة للجهة الأمنية المسؤولة وبحيث تقوم هذه الجهة الأمنية بالتحرك إلى الموقع وأيضا يوجد أنظمة الإنذار زي ما قلنا للاقتحام ممكن أيضا مثلا للحرائق وخلافه وكذلك أنظمة طبعا تحذير الحرائق حيث تقوم بكشف الحريق مبكرا مما يعطينا فرصة إطفاء الحريق وتجنب الأضرار العالي اللي ممكن يتسبب لهذا الحريق إذا تأخرنا في اكتشاف حصول الحريق وإخماد النيران في المبنى التعافي من الكوارث الكارثة وهي تعني المصيبة الكبيرة والتي ينتج عنها عملية تخريب واسعة وتصنف الكوارث إلى صنفين الصنف الأول وهي الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، الفيضانات، الزلازل، الأمطار الشديدة الصنف الثاني وهي الكوارث من صنع الإنسان وهي مثل الأخطاء البشرية، الإرهاب، السرقة، التخريب، والشغب، وخلافه مما يقوم من صنع الإنسان تعتبر المعلومات الرقمية هي بمثابة الروح للشبكة وهي واحدة من الأسباب الأساسية في إنشاء الشبكة وهو تبادل البيانات وأصبحت المعلومات الإلكترونية دات مستوى عالي من الأهمية سواء للأفراد أو الجهات الحكومية والتجارية والمعلومات الإلكترونية قد تكون فيديوهات وصور وملفات خاصة بأفراد وقد تكون التعداد السكاني والبصمات الخاصة بسكان الدولة والبيانات الخاصة بهم وغيرها من الملفات التابعة للجهات الحكومية وقد تكون معلومات عن المشاريع القائمة والمناقصات والحسابات والساطر والوارد وملفات شؤون الموظفين والملفات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات وضياح هذه البيانات قد يسبب بكارثة للجهة صاحبة البيانات وخسائر كبيرة ماديا وإعادة بناءها سوف يسبب استهلاك كبير الوقت والجهد وكما تعرفنا على الكوارث بنوعيها فهي خارجة عن سيطرتنا وفي أي وقت بتحذير أو من غير التحذير قد تحصل والشبكات باسترفراتها وأجهزتها معرضة للكوارث ونستطيع تقسيم الكوارثة التي تحصل للشبكة إلى قسمين كارثة برمجية مثل دخول فيروس إلى عالى الشبكة ويقوم بإطلاف الملفات الموجودة في داخل الشبكة القسم الثاني كارثة مادية ويتحدث في حالة حصول تلف لأجهزة الشبكة أو سرقة لها سواء بكارثة طبيعية أو إنسانية لذلك يوجد لدينا مصطلح التعافي من الكارثة الديزاستر ريكافري وهي تتلخص في التاتابكب وهي تعني أخذ نسخة احتياطية من البيانات بشكل دوري يومياً إسبوعياً حسب سياسة الشركة وحسب أهمية البيانات بحيث لو حصلت كارثة في الشبكة تسببت في ضياع بيانات الشبكة فإن مسؤول الشبكة يكون قادر على إرجاع المعلومات والملفات الإلكترونية وبالتالي ما يبقى شموت وخراب ديار السؤال هنا هل سوف نقوم بنسخ أنظمة التشغيل والبرامج والبيانات الموجودة على كل جهاز في الشبكة؟ الجواب طبعاً لا وذلك لأن نسخ كل ما هو موجود على الأجهزة في داخل الشبكة سوف تكون أحجامها كبيرة جداً ولن نجد سيرفرات تخزين لهذه الأحجام وسوف تكون مكررة لذلك أول نقطة لا داعي لأن نقوم بنسخ أنظمة التشغيل الخاصة بالمستخدمين والسيرفرات مثل الويندوز 7 والويندوز 2008 وفي حال تلفها فيتم عمل إعادة تنزيل الويندوز على الجهاز أو السيرفر ونفس الشيء بالنسبة للبرامج وكذلك جميع الملفات الموجودة في أجهزة مستخدمين شبكة تستحق أخذ نسخة منها لأن بعضها تكون ملفات لا علاقة لها بالعمل طبعاً لا تستحق يعني في بعض الملفات أنا قلت تستحق لا في بعض الملفات لا تستحق أخذ نسخة منها لأن بعضها بتكون ملفات لا علاقة لها بالعمل مثل الموسيقى الأفلام الصور الشخصية وخلافه مع العلم أنه من نفترض أنه يوجد بوليسي سياسة في الشركة تمنع استخدام أجهزة العمل في أشياء شخصية كذلك لو كان لدينا في الشبكة عدد 100 جهاز كمبيوتر مثلاً فهل من المنطق أن يمر عليها مهندس الشبكة جهاز جهاز وبشكل يومي مثلاً لأخذ نسخ من البيانات طبعاً بالشكل ده مهندس الشبكة مش حيروح بيته وأتوقع عياله رح ينسوه يعني ويكملوا حياتهم من غيره لذلك السيناريو الذي يتم اتباعه هو تنصيب فايل سيرفر أو خادم ملفات ويقوم بإنشاء مجلد لكل قسم من أقسام الشركة فمثلاً مجلد للـ HR وهو الموارد البشرية مجلد للمحاسبة مجلد لإدارة المشاريع مجلد لإدارة الشركة مجلد للمهندسين إلى آخره في كل مجلد يتم إنشاء مجلدين بداخله مجلد عام وهو يحتوي على ملفات القسم التي يحتاج إليها موظفي القسم بشكل عام المجلد الثاني وهو المجلد الخاص حيث يحتوي بداخله على مجموعة من مجلدات كل مجلد خاص وينتمي الموظف معين فقط حيث يحتوي على ملفات العمل التابعة لهذا الموظف يقوم الموظفي بوضع ملفات العمل في داخل هذه المجلدات الموجودة في خادم الملفات ويقوم مهندس الشبكة في آخر اليوم بأخذ النسخة الاحتياطية من الفايل سيرفر وحفظها بحيث أنه لو حصل لها تلف أو ضياع يتم استعادتها بدون أي أضرار يعني والأضرار هنا المقصود فيها هو ضياعها أنواع نسخ البيانات التاتا باكب تايبز يوجد لدينا خمس أنواع يتم استخدامها في عملية نسخ البيانات النوع الأول اللي هو النورمال باكب اللي يطلق عليه أيضا الفول باكب وهو أن نقوم بأخذ نسخة كاملة من جميع الملفات ويعتبر هذا النوع هو المستخدم في حفظ نسخة احتياطية للبيانات في أول مرة النوع الثاني الان كريمينتال باكب وهو يقوم بأخذ نسخة من الملفات التي تم التحديل عليها بعد النسخة الكاملة بحيث الملف الذي يتم التحديل عليه يتم وضع علامة عليه وبعد أن يتم عمل ان كريمينتال باكب فسوف يتم مسح هذه العلامة ولو حصل تغيير عليه سوف يتم وضع تاك عليه حيث يتم نسخه وهكذا فمثلا لو يوم الأحد قمنا بعمل فول باكب يوم الاثنين حصل تعديل فتم عمل ان كريمينتال باكب حصل يوم الثلاثاء تعديل فرح يتم عمل ان كريمينتال باكب يوم الأربع حصل تعديل فتم عمل ان كريمينتال باكب يوم الخميس حصل تلف للبيانات وتم الطلب منك أنك تقوم باستعادتها عندها تقوم أولا بتنزيل الفول باكب بعد ذلك تقوم بتنزيل الانكريمنتل باكب واحدا يلو الآخر بالترتيب نسخة يوم الاثنين نسخة يوم الثلاثاء نسخة يوم الأربعاء وبذلك نكون استعدنا كامل البيانات النوع الثالث من أنواع نسخ البيانات اللي هو الدفرينتيال باكب وهو يقوم بعملية الحفظ لكل ما هو متغير لما بعد الفول باكب بحيث جميع المتغيرات التي حدثت في أيام أسابيع سنوات يتم حفظها في داخل دفرينتيال باكب واحد لآخر يوم تعديل مثلا عند التعديل اللي حصل يوم الثلاثاء الأربعاء كله يتم فعاليا حفظ آخر يوم اللي هو يوم الأربعاء الوان دفرينتيال باكب ويوم الخميس حصل تلف للبيانات عندها سوف نقوم بتنزيل الفول باكب ومن ثم رح يتم تنزيل الدفرينتيال باكب واحد فقط إذن عندما نقارن الدفرينتيال بالإنكريمنتيال نقول أن الإنكريمنتيال يتميز بأنه أسرع في عملية في عملية نسخ البيانات ويستهلك مساحة تخزين أقل وطبعا الإنكريمنتيال بيتميز بأنه سهل في عملية ممكن نقدر نقول أنه مفصل أكثر في عملية نسخ البيانات بأنه ينسخ كل يوم ولكنه فعليا في المقابل بيستهلك مساحات كبيرة أما الدفرينتيال فهو لا يستهلك مساحات كبيرة لأنه كل يوم بيومه ويحذف اليوم اللي كان قبله بحيث يحفظ الملفات على آخر يوم تم عمل فيه دفرينتيال باكب طيب النوع الرابع اللي هو الميرور باكب فكرتها مشتقة من اسمها فهي تقوم بتقسيم القرص الصلب إلى قسمين قسم لحفظ البيانات وقسم يقوم بنسخ هذه البيانات كباكب فلو كان حجم البيانات هو مثلا 1 جيجا بايت فالقرص الصلب الذي يعمل بنظام المرأة اللي هو الميرور باكب سوف يقوم باستهلاك 2 جيجا بايت 1 جيجا بايت للبيانات 1 جيجا بايت لنسخ هذه البيانات تماما مثل المرأة من مميزات هذا النوع هو سهولة عملية الباكب وكذلك استرجاع البيانات ولكن من مساوئه هي أنه لا يمكن ضغط البيانات وبالتالي يستهلك مساحة عالية كذلك لو تم سرقة السيرفر مثلا أو الهارد ديسك أو حصل تلف مادة للهارد ديسك عندها سوف نخسر البيانات والنسخة الاحتياطية لذلك نادرا ما يتم استخدام هذا النوع النوع الخامس من أنواع نسخ البيانات اللي هو الـ RAID أو حين انتقوه الـ RAID وهي تقنية تقوم بجمع مجموعة من الأقراص لتعمل معا كأنها قرص صلب واحد مما يعطينا سرعة وآداء عالي يوجد لدينا أنواع من الـ RAID أشهرها الـ RAID 5 والـ RAID 1 ويمتاز كلاهما بعمل نسخة احتياطية للبيانات بحيث لو حصل تلف للقرص من الأقراص الصلبة يقوم قرص صلب بأخذ مكانه مما يحافظ على البيانات ويوفر نسخة احتياطية لها فالـ RAID 1 من خلاله يتم جامع قرصين صلبة مع بعضهما البعض ويتم جعل أحدهما لوضع البيانات والثاني يقوم بنسخ كل ما يتم وضعه في القرص الصلبة الأول بحيث لو تعطل القرص الصلبة الأول يكون لديك القرص الثاني يحتوي على نسخة من البيانات هذا النوع يتطلب عدد مزدوج من الأقراص يبدأ من اثنين فما فوق فمثلا لو كان لدينا أربع أقراص عندها سوف يتم استخدام قرصين لتخزين البيانات مثلا وقرص واحد واثنين للبيانات وقرص ثلاثة وأربعة رح يكونوا احتياطي لو كان لدينا ستة أقراص فعندها رح يكون القرص واحد واثنين وثلاثة مستخدمة لتخزين البيانات والأقراص أربعة وخمسة وستة رح تكون مستخدمة لحفظ نسخة من البيانات وهكذا إذن محتاجين مع الريد واحد أنه يكون العدد زوجي ويتم تقسيمه إلى نصين نص لحفظ نسخة من البيانات ونصخ والنصف الآخر لتخزين البيانات أما النوع الثاني اللي هو الريد خمسة فيمتاز عن الريد واحد في توفيره لعدد الأقراص التي يتم استهلاكها في النسخة الاحتياطية لصالح عدد أقراص البيانات ويبدأ بعدد ثلاثة أقراص قرصين للبيانات وقرص احتياطي ويملك معلومات عما يحتويه كل القرصين بحيث لو تلف أحدهما يحل القرص الاحتياطي محله لو كان لدينا مثلا عشرة أقراص في الريد خمسة عندها يتم استخدام تسعة أقراص لتخزين البيانات وقرص واحد احتياطي ليحل محل أي قرص يحصل له تلف ويملك تحديد أكثر من قرص واحد ويمكن أنه طبعا تحديد أكثر من قرص واحد لكي تكون كقرص بكب المسؤول على عملية أخذ النسخ الاحتياطية من البيانات هو إما أن يقوم برنامج منزل على سيرفر الملفات أو جهاز مادي متصل مع سيرفر الملفات وقد يتم أخذ النسخ يوميا أو أسبوعيا حسب مدى سرعة تغير البيانات في داخل الشبكة وأهميتها وبعد أن يقوم مهندس الشبكة بعمل الإعدادات على نظام نسخ البيانات بعد ذلك سوف تتم العملية نسخ البيانات بشكل تلقائي وعلى مهندس الشبكة فقط مراقبة عملية النسخ وأنها تمت بالشكل الصحيح ويفضل جعل عملية نسخ البيانات تتم بعد انصراف الموظفين وذلك لعدم الضغط على الشبكة إذن كما رأينا فعملية الديزاستر الريكافري التعافي من الكوارث وهي ترمز للحفاظ على البيانات وإمكانية استعادتها بعد حصول تلفها وهذا لا يتم إلا بعد الحصول على النسخ منها وحفظ هذه النسخ في المكان المناسب لكي يتم استخدامها عند الحاجة إليها وكل ما كانت البيانات مهمة للجهة التابعة لها كل ما زادت عملية النسخ وطرق الاحتفاظ بها بدرجة أعلى وكل ما كانت البيانات أقل أهمية كل ما كانت عملية النسخ وطرق الاحتفاظ بها بدرجة أقل فعندما تكون البيانات والملفات ليس لها أهمية عندها سوف لن يتم عمل نسخة لها والاحتفاظ بها أما إذا كانت مهمة عندها سوف يتم عمل نسخ لها والاحتفاظ بهذه النسخ داخل أدراج أو خزنة الشركة أما إذا كانت البيانات مهمة بدرجة أعلى فسوف يتم التفكير باحتمالية ماذا لو حصل للمبنى الموجود فيه الشركة مثل الحريق أو زلزال أدى إلى تدمير مبنى الشركة أو عملية سرقة وتخريب كبيرة للمبنى عندها سوف يتم حفظ النسخ في أكثر من مكان في داخل المدينة الواحدة مثلا في خزنة الشركة وخزنة المستودع أما إذا كانت المعلومات قيمتها أعلى عندها سوف يتم التفكير باحتمالية حصول مشكلة على مستوى المدينة مثل كارثة طبيعية تصيب المدينة بشكل كامل عندها سوف يكون التفكير بأنه قد تحصل مشكلة على مستوى الدولة طبعا إذا كانت مهمة سوف يتم التفكير أنه قد تحصل مشكلة على مستوى المدينة عندها سوف يتم الاحتفاظ بالبيانات بنسخ البيانات في أكثر من مدينة على مستوى الدولة الواحدة أما إذا كانت البيانات أكثر أهمية عندها سوف يتم التفكير بحصول أنه قد تحصل مشكلة على مستوى الدولة مثل حصول حرب احتلال حرب أهلية عندها سوف يتم التفكير بالاحتفاظ بالبيانات على مستوى الدول وربما قارات وذلك مثلا عن طريق خزانات الأمانة التي توفرها البنوك لعملائها مقابل رسوم مادية إذن كما نرى فعملية نسخ البيانات وحفظها تكون بناء على أهمية البيانات نفسها مثال أبراج مركز التجارة العالمي البرجان تعرضان للهجوم والتدمير وبالتالي جميع أجهزة الشبكة التي بداخلها تدمرت ومن ضمنها سيرفرات الملفات طبعا لو لم يكن هناك نسخ احتياطية موزعة على قارات العالم لكانت كارثة اقتصادية كبيرة على النظام العالمي المالي ولكن بسبب وجود نسخ ويتم الاحتفاظ بها في أكثر من قارة على مستوى العالم تم استعادة البيانات والتعافي من الكارثة ولم يتضرر الاقتصاد العالمي بشكل كبير هذا فيما يتعلق بالتعافي من الكوارث من ناحية البيانات الآن ننتقل إلى نقطة التعافي من الكوارث من ناحية أنظمة التشغيل والتي يطلق عليها السيستم ركافري أنظمة التشغيل سواء كأنظمة أو إعدادات بالنسبة لأنظمة التشغيل الخاصة بالسيرفرات فيوجد لدينا مجموعة برامج تقوم بعملية السيستم ركافري حيث تقوم بحز بارتيشن جزء من القصة الصلب حيث يتم فيها حفظ نسخة من نظام التشغيل وعمل الإعدادات عليها وتنزيل البرامج عندها سوف نقوم بعمل السيستم ركافري ويتم تخزينه في داخل السيستم ركافري بارتيشن بحيث لو حصل تلف في نظام التشغيل فيتم استعادته من خلال خاصية السيستم ركافري الموجودة في أنظمة التشغيل مثل الويندوز والويندوز سيرفر ولو أردنا برنامج أقوى وخارجي فيمكننا مثلاً استخدام برنامج النورتينغوست حيث يقوم بنسخ نظام التشغيل بما يحتويه من تعاريف وإعدادات وبرامج على شكل image يطلق عليها الصورة يتم استخدامها لعمل استعادة في حال حصول تلف لنظام التشغيل أو الهاردسك الذي يحتوي على نظام التشغيل بالنسبة لأجهزة البنية التحدية للشبكة مثل الراوترات والسويتشات عندها يتم نسخ أنظمة التشغيل والإعدادات من خلال استخدام برنامج مشغل لبروتوكول التيفي تي بي تكمن أهمية الاحتفاظ بنسخة من الإعدادات تحديداً وأنظمة التشغيل بشكل عام في مدى مساحة الشبكة وعدد أجهزة الشبكة الموجودة فيها حيث كلما كانت الشبكة كبيرة كلما كانت الشبكة كبير وبالتالي الإعدادات سوف تكون كثيرة وبالتالي عندما يحصل مشكلة في سيرفر أو راوتر مثلاً هذه المشكلة كانت مادية وتم استبتاله عندها رح تكون عملية عمل الإعدادات رح تكون عملية متعبة لمهندس الشبكة وكذلك سوف تستهلك وقت وهذا الوقت قد يكون وقت انقطاع الشبكة عن المستخدمين مما قد يعني تعطل العمل لذلك حفظ الإعدادات يجعل عملية استعادة عمل الشبكة سريعة عند تلف أي جهاز من أجهزة الشبكة كبائن الاتصالات الكميونيكيشنز كبائن كبائن الاتصالات والسيرفرات أجهزة الشبكة مثل الراوترات والسويتشات والسيرفرات لا يتم تركها في الهواء الطلق وإنما يتم وضعها في كبائن وهي عبارة عن خزائن مصنوعة من المعدن تحتوي بداخلها على أرفف وفتحات مسامير ليتم تركيب أجهزة الشبكة بداخلها تحتوي في المقدمة على باب زجاجي لكي نتبكى من خلاله رؤية ومراقبة أجهزة الشبكة الموجودة فيها كذلك تحتوي الكبائن على أبواب جانبية وخلفية مما يفيدنا في تسهيل عملية تركيب أجهزة الشبكة وتوصيل الكيابل فيها تحتوي الكبائن على ميزة إغلاقها وهذا ما يجب فعله عند الانتهاء من تركيب الأجهزة وتشغيلها بداخل الكبائن عندها يجب أن نقوم بإغلاق الكبينة والاحتفاظ بنسخة من المفاتيح مع مسؤول الشبكة وصاحب الشركة طبعا كبائن الشبكة بتكون مصنوعة من نوع من أنواع المعدن اللي هو يمتص البرودة بحيث يبرد يعني لو كان مثلا عندنا جهاز تكيف تمام رح يمتص البرودة بحيث يجعل الأجهزة الموجودة بداخله يعني يقوم بالمساهمة في عملية التبريد الأجهزة أجهزة الشبكة والسيرفرات الموجودة في داخل الكبينة عندنا هنا الكبينة المغلقة هذا يتم إغلاقها من المفتاح هذا يتم استخدامها عندما تكون الكبينة موجودة مثلا في أماكن عامة مثلا أو أماكن جوة الشركة لكن ليست في غرف مغلقة عندنا هنا الأوبن راك وهذا يكون مفتوح من الجهات الأربعة هذا يتم استخدامه في داخل آآ غرفة مثلا مركز البيانات اللي هو التاتا سنتر وليتم إغلاقه فممكن إحنا وقتا نستخدم الأوبن راك في هنا عندنا مثال زي ما احنا شايفين أول جهاز بيتم تركيبه وهنا من الأطراف في مسامير هذا جهاز هنا في الباتش بانال اللي هي لوحة التوزيع الكيابل ويتم أيضا تحتوي على يعني سواعد وأماكن يتم فيها ترتيب الكيابل وأيضا تحتوي في السقف على مراوح يتم استخدامها في عملية تبريد الأجهزة الموجودة بداخلها جرة العسل الهاني بوت جميع ما تكلمنا عنه سابقا هو للحفاظ على الشبكة وإبعاد المهاجمين عنها أما مع الهاني بوت فهو يقوم بالعكس فهو يقوم بإغراء المهاجمين بالدخول للشبكة ليتم استياطهم حيث أنها عبارة عن برامج يتم تنزيل على الشبكة تقوم بإيهام المخترقين أنها شبكة معلومات طبيعية وتغريهم بمهاجمتها لإحتواءها على ثغرات أمنية مقصودة فيقوم المخترقون باختراقها وعمل هاجماتهم وتحقيق أهدافهم ويظنون بذلك أنهم نجحوا في اختراق الشبكة إلا أن الهاني بوت هو الذي نجح عليهم حيث قام بإدخالهم في شبكات وهمية وقام بتسجيل كل هاجماتهم بحيث يقوم المشرفين على الهاني بوت بتحليل هذه الهاجمات ويكتشفون البرامج الخبيثة والديدان والفيروسات واكتشاف كل ما هو جديد من الهاجمات التي يطلق عليها Zero Day ويتم تحليل هذه الهاجمات واختراع تقنيات تقوم بسط هذه الهاجمات وبالتالي نستنتج أن أكثر من سيستخدم الهاني بوت هم شركات مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية وغيرها من الجهاد المختصة بالأبحاث فيما يتعلق بأمن شبكات الحاسوب أما في الشبكات العادية في الشركات والمؤسسات فلا حاجة بل ولا ينصح باستخدام الهاني بوت لأنه عند استخدام الهاني بوت ولم يكن هناك خبراء يديرون العملية فممكن من خلال الهاني بوت أن الموضوع يقلب جد وأن المخترقين من خلاله يصلون إلى الشبكة الحقيقية ويقومون باختراق الشبكة الخاصة بالشركة طيب لما تكلمنا قبل ما نختم الفيديو لما تكلمنا عن الحماية الفيزيائية في هذا الفصل ذكرنا الأجهزة التي ممكن نستخدمها في الحماية الفيزيائية للشبكة وأغلب الأجهزة ذكرنا أنه يوجد لها سوفت وير كبرامج وهارد وير كأجهزة مادية خذوها قاعدة دائما الهارد وير أفضل بكثير من السوفت وير وينصح استخدام السوفت وير مع الشبكات الصغيرة المتوسطة أما دائما الشبكات الكبيرة فينصح وحتى كمان الشركات المتوسطة اللي فيها شبكات متوسطة الحجم ينصح باستخدام الهارد وير فخذوها قاعدة ما في أبدا سوفت وير ممكن يوصل لمرحلة الهارد وير وإنما الهارد وير دائما يكون متفوق على السوفت وير إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو على أمل أن ألقاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته